بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثاني التأهيل الفصل الدراسي الثاني و عنوان درسنا لهذا اليوم طريق الرضاء الجزء الأول تعليماتها ما يجب علينا الالتزام بها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن أحرص دائما على اختيار المكان المناسب للتعلم يعني جهزتي هادئة ومريحة وبعيدة عن الألعاب بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية مثل الأيباد والتلفاز والجوال وغيره وكذلك الألعاب مثل الدمى والعرائس والكرة القدم وغيرها السيارات التي ألعب بها كلها تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس لا ننسى كذلك متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته من المهم جدا كذلك يا أبطال أن يكون الكتاب موجود لدي والقلم حتى أستطيع حل الأنشطة التي نستعرضها بإذن الله تعالى اتفقنا على هذه التعليمات يا أبطال لنبدأ إذن على بركة الله تأكدوا من غلاف الكتاب لديكم كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة الهدف العام معرفة طريق الرضا الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يذكر الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمه بشكل صحيح إذن بإذن الله تعالى سنستمع للحديث مهم جدا أن نركز حتى نفهم معاني هذه الكلمات وأحاديث التي نسمعها الدرس السادس عشر طريق الرضا إذا لم يكن لديك الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود ويتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي صفحة الدرس هي خمسة وستين طريق الرضا ما الذي تفهمون من هذا العنوان يا أبطال طريق الرضا الطريق هو المسار الذي يذهب إلي من نقطة معينة من مكان إلى مكان معين أنا أحتاج التوجوح عبر الطريق إذا أردت الذهاب من البيت إلى المدرسة فأني أحتاج أن أمشي في طريق معين محدد مسار خاص حتى أصل إلى المدرسة من البيت إلى المدرسة هناك طريق طريق أسير عليه حتى أصل إلى ماذا؟ إلى طريق إلى المدرسة نفس هذا الطريق هناك طريق للرضا أن أرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لي كل شيء الله كتب لي أرضى به بما كتبوا لي في أمور ديني ودنياي أرضى بها وأقنع بها هذا هو المقصود بهذا العنوان عن أنس بن مالك الحديث نستمعي أبطال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لو كان أحد تعبان مصاب في مرض هذا المرض شديد جدا يشعر بألم شديد بسبب هذا المرض الذي كان فيه فلا يتمنى لنفسه أن يموت بسبب هذا المرض أو يتمنى الشر لا بسبب هذا المرض الذي فيه ولكن دائما يكون صابر أصبر بالليدي كتبه الله لي سبحانه وتعالى أصبر ولي على ذلك أجر هذا العمل صعب شاق أكيد ولكن أتذكر بعد ذلك رضا الله الأجور والحسنات التي سأحصل عليها إذا كنت راضيا بما قسمه الله لي سبحانه وتعالى أي مشكلة أي مصيبة يعني حدث خطير مشكلة أصبحت لدي في البيت خارج البيت فأني يجب دائما علي أن أرضى بما كتبه الله لي سبحانه وتعالى وأصبر على ما أصابني لأن الصبر يكون لي فيها الأجر العظيم الله سبحانه وتعالى رتب على الصبر الأجور العظيمة لأنه بالتأكيد هذا الشيء شاق صعب أني أصبر على هذا الشيء هناك ألم يجعلني أتعب بشكل شديد فقدت مثلا بعض من أحبهم كذلك سبب لي ألم شديد فيجب علي دائما أن أتذكر أنه يجب علي أن أرضى بما قسم الله لي ما يعني أرضى؟ يعني أتحمل أصبر بهذه الأشياء التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه دين السمع للحديث مرة أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي الكلمة ضر أصابه الضرر الدنيوي الذي يصيبه مثلا كان لديه مبالغ عالية فقد هذا المال مثلا كان يوجد لديه مبالغ كثيرة أو كان له مثلا سيارة مفضلة يحب هذه السيارة وحصل لها ضرر ضرر من أضرار الدنيوية لأشياء يحبها أشياء يفضلها هي الأشياء يعتمد عليها بالتأكيد بعد الله سبحانه وتعالى ولكن حصل لها ضرر إذا حصل هذا فإني أصبر وأرضى ولا أقول لنا أتمنى أموت ولا يجيني هذا الشيء لا أصبر دائما وأرضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى لي من هذه الأضرار الدنيوية يجب علي دائما أن أتحمل وأن أصبر الحديث يدعونا إلى ماذا المصائب تعرض للإنسان في الدنيا فحياته فيها بين سعادة و شقاء فحياته فيها بين سعادة و شقاء يعني أكيد كل واحد مننا تجيه ويعيش في حياته في بعض المصائب يعني ما يصير الواحد دائم دائم موصوط لا أكيد يحصل أحيانا له بعض المصائب التي تجعله يحسن شيء غير سار له وفات قريب فقدان شيء عزيز عليه مثلا أشياء يحبها سيارة تلف مثلا بيت كل هذا أشياء محببة له ربما تحصل هذه المصائب للإنسان في هذه الحالة يجب عليه أنه يبكي يعني و يتمنى الموت و أنه ما يكون موجود في هذه الدنيا بسبب هذه المشاكل لا بالتأكيد و ما هو الواجب عليه إذن يا أبطال ذكرنا و بيناه و استمعنا إليه في الحديث و يجب عليه أي مسلم أن لا يتمنى الموت و لكن يجب عليه أن يصبر يجب عليه أن يصبر بإذن الله هذه المصيبة تزول تذهب و يأتي بعدها أفراح و خيرات من الله سبحانه و تعالى الثاني المؤمن حين يبتلى بمصيبة يعلم أنها من قدر الله سبحانه و تعالى و أن لله فيها حكما عظيمة فيرضى بالقضاء و يصبر على البلاء فتكون عاقبته الحسنى إذن الذي يجب عليه أن يعمله واحد أن يرضى بالقضاء بما قضى الله سبحانه و تعالى الثاني يصبر على البلاء فتكون بإذن الله تعالى بعد ذلك عاقبته إذا رضي بما قدره الله سبحانه و تعالى و صبر على هذا البلاء فإن عاقبته تكون الحسنى فإنه له هذا الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى بسبب هذه المصائب التي تعرض لها حتى في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة و السلام أن المسلم حتى لو تجي شوكة مو مصيبة كبيرة جدا شوكة بس تجيك فإن لك بهذا أجر يعني حتى الشوكة التي تجيك و الأذى التي يجيك و إذا كنت صابر و صبرت فإن لك أجر حتى هذه الشوكة البسيطة فإنك تؤجر إذا صبرت و رضيت بما كتبه الله لك من أقدار و حتى لو شيء بسيط مثل الشوكة هذه البسيطة أرضى مما قدره الله لي أصبر و أتحمد بعد ذلك ما يصير لي؟ يصير لي الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى تكفير السيئات و زيادة الأجور يعني بسبب هذه المصائب يكون لي إذا صبرت و رضيت فإن الله سبحانه و تعالى يكفل عني السيئات و يعطيني الأجور و الحسنات حتى لو كانت مثل الشوكة حتى الشوكة يكون لك فيها الأجر إذا صبرت و رضيت بما كتبه الله لك من حكمة الله فيما يصيب المؤمن من المصائب أن يكفر الله سيئاته بتلك المصيبة يعني عندما تأتيك هذه المصيبة فإن الله سبحانه و تعالى يكفر سيئاتك يعني يكفر عنك الكثير من السيئات بسبب هذه المصيبة إذا جزعت و غضبت و لا رضيت لا تكفر عنك السيئات يجب عليك أن ترضى بما كتبه الله لك و تعلم أن هذه المصيبة من أقدار الله يعني الله كتبها فيجب عليك أن تصبر و ترضى ثم بعد ذلك ستكفر عنك السيئات و ستكسب الأجور من الله سبحانه و تعالى عليك أن ترضى بقدر الله إذا وقع ما الذي يجب عليك أن ترضى بقدر الله إذا وقع و لا تقابل المصيبة بالضجر و الصخط إذن يجب علي دائما أن أرضى بقدر الله ما كتب الله لي سبحانه و تعالى فأنا أرضى به مصيبة حصلت لي فقدان عزيز خسارت بعض أشياء لا أضجر لا يجب علي أن أصبر و لي في هذا الأجر و تكفير السيئات من الله سبحانه و تعالى يعني الغلط أن يقول لا هنا المفروض ما يصير لهذا الشيء و لأنه ما تحمل لا يجب علي أن أصبر و أرضى بما كتب الله سبحانه و تعالى لي و بذلك يكون لي الأجر العظيم الله سبحانه و تعالى في الأخير عند اجتداد الكرب و انغلاق الأمر يلجأ العبد إلى الله ليفرج ما به و لا يتمنى الموت و يفوض الأمر لربه ليختار له ما هو أصلح له و أكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين إذن أحاول أن أحفظ على هذا الدعاء أحاول أن أكرر هذا الدعاء أفوض أمري لله سبحانه و تعالى يعني وش يعني أفوض أمري لله سبحانه و تعالى يعني هذه المصيبة التي وقعت علي أنا أطلب العون من الله سبحانه و تعالى بأن يذهب عني هذا الهم و الغم و تنحل و تذهب عني هذه المصيبة و أحاول أن أحفظ هذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين إلى هنا يا أبطال أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على إنصاتكم وإستماعكم طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته